أيها الحالف بالطلاق قل لي لماذا تزوجت الحالف بالطلاق مش اللي بيطلع لإني بقى فيه مشكلة بينه وبين زوجته ولكن المستهتر ويحلف بالطلاق عمال على بطال وبعدين ييجي يقول والله حلفت أيمن أيها الحالف بالطلاق قل لي بالله علي لماذا تزوجت وأياتها المرأة المستفزة لزوجها بطلب الطلاق كلما حدثت مشكلة قل لي أو قولي لنا بالله عليك لماذا تزوجت عقد الزواج وصفه الله بأنه أغلظ المواثيق لم يصف الله في القرآن ميثاقا غليظا كما وصف عقد الزواج وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظ عقد البيع ما هوش غليظ عقد الإجار ما هوش غليظ مع إن أي عقد أي عقد أيًا كان أنت مطالب بالوفاء به وباحترام شروطه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم حتى صار عند الناس وعند الفقهاء وغيرهم قاعدة تقول العقد شريعة شريعة المتعاقدين ويقول لنا نبي صلى الله عليه وسلم أولى الشروط التي يجب الوفاء بها ما استحللتم به الفروت لأن العقد هنا ميثاق وغليظ